أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن كيف أزرع النعناع في المنزل هناك العديد من أنواع النعناع وكل تلك الأنواع يسهل زراعتها في المنزل فالنعناع يعد من أسهل النباتات التي يمكن زراعتها وبأبسط الطرق والأدوات وحتى يمكننا استخدام أوراق النعناع الذي قمنا بزراعته يجب اتباع الخطوات التالية في الزراعة ورعاية النبات احضر بعض شتلات النعناع من محلات بايع شتلات النباتات ومستلزمات الحدائق اختيار الوقت المناسب لزراعة النعناع ويكون ذلك في فصل الربيع وفصل الخريف حيث يحتاج النعناع للمناخ الدافئ زراعة شتلات النعناع في إصيس أو وعاء الزراعة التأكد من وضع الشتلات على عمق لا يقل عن 5 سنتيمتر تحت سطح التربة أن تكون الشتلات بعيدة عن بعضها البعض بمقدار 15 سنتيمتر حتى يسمح للجذور بالنمو بطريقة أفضل اختيار المكان المناسب لوضع الشتلات حيث يجب وضعها في مكان معرض لأشعة الشمس في الصباح والظل بعد الظهر يجب التأكد من أن التربة تكون عميقة ورطبة حتى ينمو النعناع بشكل أفضل اختبار التربة باستمرار للتأكد من أنها ليست جافة تخصيص بخاخ ماء لري النعناع على أن يتم إضافة كمية من المعادن والأسمدة لماء الري وري النبات من وقت لآخر كيف أزرع النعناع في الماء؟ احضار جزء من نبات النعناع وقطع العود من المنطقة التي فوق الفرع الجانبي بمقدار 1 سنتيمتر الحرص على اختيار عود نعناع ذو أوراق كبيرة ووافرة وأن تكون تلك الأوراق لها القدرة على الإنبات مرة أخرى وضع النبات في كوب به ماء لمدة أسبوع حتى تظهر الجذور البيضاء في الماء وضع الكوب في مكان بحيث يكون معرض للشمس وجيد التهوية الحرص على تغيير الماء كل يومين أو إضافة الماء في حال نقصانه عن المستوى الانتظار لعدة أيام أخرى حتى تتمكن تلك الجذور من النمو الكامل تجهيز أعواد النعناع لنقلها إلى إناء الزراعة بحيث يتم إزالة الأوراق التي توجد في الجزء الأسفل من العود بطول 5 سنتيمتر غرس العيدان في التربة الرطبة وريها إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر